موسيقى 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 والمعركة أشعلها أستاذين إذا الأستاذة خديجة الكايم عن التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب التنسيقية الوطنية دعت إلى شكل وطني وهو عبارة عن إدارة مطلقة بداية من 28 فبراير إلى غاية 8 منه وإحنا اليوم ينجوش وثلاثة أوربعات يكون إنزال ممركز كما تشوفوا قدام الوزارة إذا لماذا ننزل اليوم نزلين بكل بساطة كنقولوا أن الملف يتعاقد مازال قائم مازال هدعسات ذلك يتعدى العدد ديالهم 107 ألف مازال لم يتم إنصافهم من خلال توفير ضروف اشتغال عادلة دابا كنسمعوا أن الوزارة كتروج النظام أساسي جديد إحنا كنقولوا لها ما كنبغيش تحسين شروط العبودية بل ما طالب حقنا على وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ولنخرجنا إحنا من 2016 وإحنا الشوارع لأننا كنبغيش لحقنا وما بغيناش دوك العسات إذا النظامي القدامى لذا بالآن ما عرفش السيغة اللي كيف يفكروا لها واش من خلال زيادة في سين التقاعد ورفع المساهمات الصندوق المغربي للتقاعد ما عرفش السيغة اللي كيديرو ولكن إحنا يكن طالبوا بوظيفة عمومية كريمة لنا ولا هم لأننا إحنا نخرجنا الشريع كننادلوا ناشي باش نضربوا فئة أخرى بالعكس باش ننالوا بحق ديال الشغل في إطار وظيفة عمومية بشكل عادل ربنا عن السؤال ديال الأخ اللي كيقول واش الحوار الأخير اللي كان مع المزير كان عندو شي مخرجات إحنا لم نلمس مخرجات ترقى إلى إدماج ما في أسلكس الوظيفة العمومية الحوار اللي دعونه مؤخرا لنا مخص هذاك حوار يعني مركزي كي يخص النقابات ومشي حوار قطاعي كي يخص التعليم إذن كما هو متعرف عليه كما استرعت التنسيقية في مجلسها الوطني الأخير المنعقيد به قلمين فقد استرعت برنامج النضاليا يتمثل في أسبوع ميناء الإضرار كذلك ثلاثة أيام في شهر مارس هذا الأسبوع يتزامن مع النزول الميداني وكذلك مع الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية وكذلك أمام البرلمان من أجل الدفاع ومن أجل قول لهذه الممارسات التي تحاول ما أمكن الوزارة الوصية على القطاع أن تمررها على كهل التنسيقية الوطنية الأستدام المفروض على التعاقود من أجل أن تشرعينه فقط لشيء واحد وهو التخلص من المدرسة العمومية كما نقول دائما في بيانتنا وفي خطابتنا بالتالي النزول دينا اليوم والصمد دينا اليوم الميداني ما هو إلا دليل على أن المخطط دي التعاقد وعلى أن التعاقد باقي ومستمر وبأن التنسيقية الوطنية والأستدام كذلك يرفضون هذا المخطط جملة وتفصيلة يرفضون كذلك النظام الأساسي الواحد والمحد الذي تحاول ما أمكن الوزارة أن تتغنى في آخر المطاف لأنه يهدف كما قلنا إلى تسليع المدرسة الأمومية وكذلك النظام الأساسي يحتوي على نقطة أساسية أشار إلى التشير إليها الوزارة هي ما نشطلح عليه نحن بمحاولة الفصلنا بين الأستدام الرسميين وكذلك الأستدام المفروض عليهم التعاقد هذا فيما يتعلق بالإنزال وفيما يتعلق كذلك بالنظام الأساسي فيما يتعلق كذلك بالمحاكمة السورية التي يتعرض لها الأستدام الأستدام التنسيق الوطني إلى أستدام المفروض عليهم التعاقد والواصل عددهم تقريبا إلى 45 أستاذ تقريبا حدا سوفوا عرض 20 أستاذ عفوا 33 أستاذ 13 أستاذ من أجل الاستماع لهم من طلب القاضي 20 أستاذ سوفوا تم المطق بالحكم عليهم لا لشيء إلا لأنهم رفضوا محطة التعاقد لا لشيء إلا لأنهم قالوا لهم في وجهه من قالوا نعم لا لشيء إلا لأنهم يحاولون فضح الخطابات ديال الوزارة التي تحاول ممكن أن ترويج إلى أن ثم كنقول العامسين كترويج على أن الموصل الدراسي رائع جدا كترويج لوحدة المسألة الأساسية وأن ما كان شيء خلل معين في المنظومة التربية وتكون الخروج ديالنا كي يكد على أن كان خلل وبالتالي الاعتقال لأنه جاء على خلفية النظالات ديالنا نسيق الوطني لأساتذار المفرود عليهم التعاقود أولا التحية للوسائل الإعلامية التي تواكبه ما زالت نضالات نسيق الوطني الأساتذار ديالنا المفرود عليهم التعاقود أولا معكم أستاذ أحمد عضو لجنة الإعلام الوطنية هذا إنزال الوطني المقرر في المجلس الوطني بمدينة قلميم يومي 8 سعود فبراير يأتي استجابة أو كإجابة حقيقية لطماطل الوزارة في حل أو حل حلة الملف الذي طال أمده أنكما تعلمون نحن على بعد يوم وفقط من الدكرى الرابعة لتأسيس نسيق الوطنية يوم 4 مارس 2018 والحال ما زال كما هو لم يتغير شيء رغم البروباغاندا رغم ما يسمى بالتضليل الذي تمارسه الوزارة عبر الدرعها الإعلامية الرسمية وغير الرسمية نقول هذا الإنزال الوطني يأتي فيها تصداد أننا لن نقبل بحل غير حل الإجماج في أسلاك الموظيفة العمومية وإسقاط مختف التعاقد لأن ما تريدوه الوزارة تنزله في شهر يوليوز لهو النظام الأساسي الموحد هو فقط سيقدم الفتاة للأساتدة فتاة لا يستجيب ولا يرقى لمسوى التضحيات التي قدمناها لأزيد من خمس سنوات أغلها وأهمها الشهيد عبد الله حاجي لي يوم 24 أبريل 2019 قلت لنتخلى عن المبدأ لنتخلى عن طريق إسقاط مختف العقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وبالتالي نقول الوزارة كفان من التضليل كفان من الحوارات المراطونية كفان من استنزاف أو حضر الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ نقول كما أسلفت الدكر بأننا هنا صامدون هذا الانزال وطن الممتد لثلاثة أيام يتزمن أيضا مع تحصين للمناضلين والأساتداء والأسادات المتابعين الذي سينطق في حقهم الحكم يوم غد في الفوج الأول وزلسة استماع للفوج التالي اشتركوا في القناة